موسيقى النقطة التي تشبه في هذه المباراة والهدف الفريق هو الهدف الرياضي الهدف الملغة الذي يسجل أوه الكرشي نرى أن حمص الفريق يتوقش كثيرا كي يرغي لهذا هو غير هذا الوقت كثيرا أولا في التسلول نقول أنه ليس المساعد أنه ليس الرياضي يجب أن يتأخر حتى تسالي العملية إما تسالي بكرة تخرج خارج الملعب أو تقدر تجيب هدف أو ركلة جزاء نقول الحكم المساعد في العودة التي ستسرع وتهز وتقدر هذه الحالة التي هزتها ما فيها لأرجو لوان وتحرم الفريق من فرصة التي ستسجل فيها تقل تلك الراية لك عندك هذا اللاعب مثلا راف في الوضعية ديال تسلول ولكن كنقول لي خلي حتى تكمل العملية عاد هز الراية ديالك هنا تأخر ديال الحمزة ما غادش يكون عند حمزة لأن هذه الحالات ديال تسلول كيتلقى القرار مباشرة من عند الغرفة ديال الفار غير هما استغرقوا وقت لأنه بيهم أنه أرجو من الأول قد يستغرقوا وقت لأنهم كانوا خدامين بالتقنية ديال لاليم هذه التقنية ديال لاليم أحيانا لما كان عندك تقنية اللي هو أيضا متمكن لأنه هو اللي كي يعطينا هات التقنية هذي كتقدر تأخذ لك هاد المدة ديال الوقت هذي الأكيد ولكن كيفما قال السيم سطافا أننا الحالة ديال لقدرنا نعتمدها بدون استعمال التقنية لأنه كان لعب متقدم بواحد شكل كبير حتى البطاقة الصفراء اللي كان خد مدفع حسنيت أكادير وقعت بزرق لك أنها البطاقة الصفراء تانية خاصة تانية اللي كان قنطاك مع قناجم لك أنها كانت قصيرة ولو أن هذه البطاقة الصفراء ما كانت غير تجيب حمرة ما غير يهضر عليها واحد يعني غدا تدوز مرور الكرام ولكن أعتقد أن البطاقة الصفراء كانت في محلها و مستحقا مستحقا ندوز مباراة أخرى مباراة الرجاء الرياضي ونادج بركات هذه الحالة بطاقة الصفراء نعم مستحقا 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 موسيقى